شدد وزير الخارجية وشؤون المختاربين ايمان الصفدي على خطورة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار التدهور الذي تشهده حيث حذر في اتصال مع وزيرة خارجية النرويج من غياب افاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم على اساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي اكد الصفدي ان قضية اللاجئين لا يمكن ان تكون مسئولية الدول المستضيفة فقط وانما مسئولية دولية او مسئولية دولية عفوا متنيا على موقف هولندا الثابت في دعم الجهود السلمية وفي دعم حل الدولتين وحول القضايا الاقليمية والمسار العربي السياسي المنبثق عن اجتماعي جدة وعمان اكد الصفدي ان هناك جهدا عربيا قياديا للتوصل لحل سياسي للازمة السورية يعالج تبعاتها الانسانية والامنية والسياسية نحن في المنطقة الاكثر تأثرا بالازمة السورية هذه الازمة سببت كوارث عديدة منهجية ادارة الازمة التي اعتمدت على مدى السنوات الماضية لم تنتج الا المزيد من الخراب والدمار والمعاناة للسوريين والتهديدات لنا في المنطقة وفي العالم ايضا وبالتالي كان لابد من اتخاذ خطوات تأخذنا بالتدرج نحو هذه الازمة مدركين تماما ان الطريقة صعبة ومعقدة وانه ثمت قضايا كثيرة يجب التعامل معها لكن نحن بدأنا ومستمرون في هذه الطريق لان خيار عدم الانخراط هو الاستمرار في الوضع الراهن الذي لا يمكن لنا كدول مجاورة ان نستمر في التعامل معهم ترجمة نانسي قنقر